اشتركوا في القناة لو عنده مرة شغل مهم يعني ليه ياخد فلوس المدير ليش خطأ لكي لأنه مستعدم لأنه مستعدم لأنه ينصرفهم جيد لأنهم أخذوا فلوس وربنا الثانيين هل الأخلاق دائماً جيدة؟ الأخلاق السيئة تكون سيئة أما يعني يصب أهل والجيدة أما يعني يقول الله يحفظك كده بالحيان عيوب بالحيان لا في أخلاق مثلاً أنه يروح يضرب الناس وفي أخلاق أنه يكرم الناس بالفلوس أنا أقول من القصة أنه بدايتها ممكن تكون أخلاق سيئة وفي نهايتها صارت أخلاق جيدة اشتركوا في القناة